السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شونكم طلاب ان شاء الله تكونون بصحة وعافية وسلام اليوم حبيت اسويكم فيديو قبل لا نبدي ناخد المحاضرات النظرية ان شاء الله يوضح الصف الالكتروني هذا هو الصف الالكتروني الخاص بنا طبعا الصف الالكتروني رح يكون منظم كلاس وورك الكلاس وورك شنو هو الكلاس وورك بي توبيكس هسه هذا التوبيك اسمه انترودكشن اند ويلكمين حطيت لكم ارشادات السلامة الصحية في حال انه انتو رح تجون للقسم الدومون ان شاء الله حضوريا وحطيت لكم رابط القناة الخاصة بنشر المحاضرات اللي هي قناة على اليوتيوب اللي هي خاصة اني انشر بيها محاضراتكم من اسجلها ان شاء الله حتى ما تخربط عليكم الشغلة ظلون تدورونه وتتعبون فهي جاهزة يمكم وموجودة حتى لدوكم به سيمستر اوفر فيو هاي شنو هاي مفردات المنهج الخاصة بمادة صيغ البرمجة المتوازية يعني من رح تفتحوها رح تلقون فد شيء كلش رح تختارعون من عنده اكيد طبعا بالبداية لكن هو هاي هذا هو الموجود هذا هو المنهج مالتكم وان شاء الله من رح تاخدون المفردات مال المنهج خلال الفصل الدراسي هذا رح تشوفوه كلش بسيطة وكلش حلوة وان شاء الله رح تستفادون كلش ورح تشوفون افكار برمجية متنوعة فيعني رجاء لا تختارعون اول ما تشوفون المفردات لان هي مو بهذه الصعوبة اللي تبين به هذه النقطة انتهينا من عدة بالنسبة للمصادر خليتلكم المصادر المنهج اللي هي عبارة عن ملف فورد بكل المصادر اللي انا معتمدتها حتى اسوي لكم المحاضرات الخاصة بالمنهج وهنا انا حطيتلكم كتب المنهج المهمة اللي هي عبارة عن ثلاث مصادر هي اهم مصادر وبالأحرى هي اوضح وابسط مصادر انتو رح تستفادون من عدها ان شاء الله خلال هذا الكورس الدراسي من تحتاجون ترجعون تفهمون شغلة ممكن ترجعون لهذه المصادر وتعتمدون عليه لكن رح تشوفون انه المحاضرات كلش كافية ان شاء الله والفيديو ايضا كلش كافي وواضح حتى يشرح لكم المادة لكن اللي يحب يكثر من الاطلاع واللي يحب يوسع معلوماته رح يلقي المصادر هذي كلش بسيطة وملائم طبعا ان شاء الله هذا النهج رح نمشي بيه طول هذا الفصل الدراسي اللي هو عبارة عن شنو كل محاضرة رح تنزل بتوبيك يعني محاضرة يوم غد ان شاء الله اللي هي بتاريخ 8-12-2020 رح تنزل لكم بتوبيك خاص هذا التوبيك شنو بيه بيه الحضور تسجلون حضوركم يوم غد ان شاء الله وبيه العرض التقديمي للمحاضرة اللي هو عبارة عن powerpoint بيه زبدة مفيدة عن مفردات الفصل الاول ورح تلقون المحاضرة الاولى اللي هي المحاضرة كاملة هذي المحاضرة ما تسحبوها ما تسحبوها نهائي من اكتب لكم لا تسحب يعني ما تسحبوها ليش لان هذه المحاضرة رح يكون بيها مواضيع زيادة للاطلاع وزيادة معلوماتكم لكن هي غير مطلوبة في الامتحان فليش دتسحبوها وتكثرون الاوراق بالامتحان انا رح احاول ان شاء الله ورما ننهي المحاضرة مالتنا جائز بنفس اليوم اذا لحقت ان شاء الله او يوم الجمعة او السبب يوم الجمعة او السبب انزل لكم من كل اسبوع ان شاء الله اذا الله اراده سهل الملخص المفيد اللي رح تعتمدون عليه بالدراسة مالتكم الملخص اللي رح يفيدكم ولي رح اشوفه انا مناسب انه اكمل معلوماتكم هذا هو تسحبوه وتعتمدون عليه اخر توبك حاليا اخر توبك حاليا الواجبات والاختبارات الخاصة بالتقييم هذه شنو؟ نانا انا من رح امطيكم المحاضرة نهاية كل اسبوع رح احط لكم فد اختبار بسيط او كل محاضرتين جائز كل فصل احنا نخلصه لان هي المحاضرة عبارة عن 4 الى 5 فصول كل ما رح انخلص فصل رح اخلي لكم فد اختبار او assignment خاص بهذا الفصل الى هنا طلاب ان شاء الله احنا كملنا العرض الخاص بال classwork التابع للمحاضرة طبعا نهاية الفيديو اتمنى ان تكون محاضرتنا وياكم خفيفة وسهلة وان شاء الله انا وياكم اي سؤال اي شي تحتاجون اي برنامج مفهمتو خلال العملي او اي شي مفهمتو خلال النظري انا موجودة كل محاضرة انا خلت لكم وان شاء الله رح انزل لكم ياها هنانا معلومات التواصل خلي لكم الايميل خلي لكم معرف التليجرام واي شي تحتاجون ممكن تزولي ايميل او تزولي رسالة تسألون تسألون على الصف الالكتروني انا موجودة ان شاء الله واجاوبكم خاصة يوم الجمعة والسبب اذا ما جاوبتكم على الصف الالكتروني ممكن تتواصلون ويايا على الايميل يعني اكيد ان شاء الله هاني اجاوبكم ان شاء الله هنكون متعاونين خلال هذا العام الدراسي طبعا اكو نقاط مهمة انا بس اتمنى انه تسمعون هذا الفيديو للاخير نقاط جدا مهمة حتى نفتح ابواب التعاون بيناتنا هذا الفصل الدراسي اولا ممنوع من افتح وياكم الميت لان المحاضرة رح تكون اونلاين ممنوع تفتحون كاميرا ممنوع تفتحون صوت اللي اذا انا سألتكم خلال الدرس او خلال المحاضرة ليش ماما انا مو على متشي لكن هذه الشغلات رح سبب شوشرة رح تأذي بقية الطلاب رح يصير صدى الصوت رح يتقطع ما رح تقدرون تفهمون شي من المحاضرة فضروري الالتزام باغلاق الكامير والمايكات عند بدء المحاضرة قبل لا نبدي محاضرتنا كل اسبوع ان شاء الله رح انزل لكم رابط الميت اللي رح تدخلون عليه للمحاضرة والوقت مال المحاضرة هسا ان شاء الله شوية اللخ انزل لكم الوقت والرابط مو الدخلون يعني هسا لا الدخلون بوقت المحاضرة الرسمي هاي اول نقطة نقطة ثانية خلال اعطاء المحاضرة اللي يحب يسأل او يستفسر يكتب على تشات فقط تشات للاستفسارات رجاء اللي رح يكتب ويتجاوز بالكلام او صير اشياء بين عدكم انتو كاصدقاء مرات الصير تعليقات غير لائقة بالمحاضرة هذا الشخص يعني رح يكون رح يكون سبب اثارة المشاكل وهذا الشيء احنا ما نريده احنا هسا ده نتعلم الالكتروني توجهاتنا ده تتغير لازم نكون ملتزمين بالاخلاق الالكترونية لازم نبتعد عن التنمر الالكتروني التنمر الالكتروني ممنوع يحاسب الطالب في حال الثبوت تنمر الالكتروني عليه انا ارفع بموقف فاتمنى انكون متعاونين نكون محترمين نحترم الصف نحترم الاستاذ نحترم زملائنا من الطلاب ونتعاون حتى نستفاد اكثر ما نقدر اعتذر للانقطاع اللي صار طلاب اخر شيء ان شاء الله رح يكون التزامكم بالوقت مع المحاضرة جدا مهم وضروري وتسجيل الحضور كذلك يعني طلاب ضروري تسجلون حضور لانه هذا الشيء رح يكون موقف يثبت عليكم انه انتو حضرتوا المحاضرة في حال اتكم مقترحات انا اسمع اذا مثلا طريقة التنظيم بيها مشكلة بالنسبة لكم او اكو شغلات غير واضحة اتمنى تكتبولي او تقولولي هذا الشيء حتى نحاول نحسن ونطور من مادتنا ان شاء الله يبقى العملي المادة العملي طبعا المختبر حضوري واضافة الى المختبر ان شاء الله انا اسوي لكم فيديوهات لتنفيذ البرامج ونحاول سوية نشتغل على تطوير البرامج لهذا انا قررت اقسم القروب الواحد الى مجموعات اثنين الى ثلاثة كل قروب رح اشرح لكم البرنامج انطي مهمة لتطوير هذا البرنامج وبنهاية المدة اللي رح احددها لكم او نحددها احنا سوى ان شاء الله رح استلم منعدكم البرنامج كجروب تيمورك يعني كلكم تشتركون حتى تنفذون هاي المهمة طبعا المهام حتكون جدا بسيطة مجرد هي تقوية لقدراتكم البرمجية واضافة الى ذلك رح تحصلون درجات اضافية عليها هذا الفيديو انتهي حاليا ان شاء الله اكون منسيت شي وغطيت كل النقاط اتمنى ان تكونون بخير وسلامة تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر